هذا وأكد الكاتب والمحلل السياسي رسم عبيدات أن هناك اتفاق في الداخل الإسرائيلي على عملية اجتياح مدينة رفح مشيرا إلى أن هذه العملية تهدف إلى تحقيق ما عجزت عن تحقيقه القوات في الميدان منذ 135 يوما هذه العملية البرية التي ستنفذ على مدينة رفح واضح أن هناك اتفاق إسرائيلي بين مختلف ألوان الطيف السياسي سواء فيما يتعلق في نتنياهو أو حتى المعارضة الإسرائيلية كان المسألة الأساسية للفريقين هو الحصول على الأسرع عند المقاومة الفلسطينية ومن ثم تستانف العملية العسكرية باتجاه رفح وجزء من هذه العملية أنا أعتقد له علاقة في محاولة تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في الميدان العسكريا بمعنى أنهم يريدون في المفاوضات أن يحققوا في ما عجزت عنه من خلال الضغط على فصائج المقاومة وبالتحديد حماس لتخفيض الضغط علق في مطالبها وشروطها لإتمام تفقة التبادل في أخرى هدف الاستراتيجي الأكبر هو القيام بعملية التطهير الضغط والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني لأن العملية الضرية عندما تتم وجود مليون وخمسمائة ألف مواطن في 55 كيلو متر مربع 27 ألف مواطن لكل كيلو متر مربع هذا يعني أن هناك ستكون كارثة إنسانية وعدى تقوط عدد كبير من المدنيين ولكن نحن ندرك أن هناك مرامي وأهداف في هذا الاتجاه من نتنياهو للحكومة الإسرائيلية وهذه العملية هدفها النهائي أن لا يكون هناك انتحاب كامل من قطاع غزي بالإضافة إلى السيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع وبعد أن يتم تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزي والمثالة أن هذه العملية التي ستنفذ في مدينة رفح بعد عرضها من قبل نتنياهو على الحكومة يأخذ الضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاستجاه الرئيس الأمريكي بايدن قال أنه مع هذه العملية البرية ولكن يجب أن تكون دقيقة ومخططة بما على أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تشرف عليها شكرا